موسيقى مساء الخير متابعين أصل الله وقاتلكم بكل الخير إليكم نشرة الأحوال الجوية للـ 24 ساعة القادمة تبقى المملكة تحت تأثير ما يسمى بمنخفض جوي المصمف بينهم من الدرجة الأولى أي الدرجة الأضعف وفق تصنيف ومقياس شدة المنخفضات الجوية تقص بارد في أغلب المناطق مع ظهور كميات من السحب والغيوم تكون الفرصة بمشيئة الله تعالى مهيئة هذه للهطول الأمطار في أجزاء عدة من المملكة لكن تكون هذه الأمطار على شكل زخات متباعدة زمنيا بشكل عام نجد حرارة صغرى 8 درجات مئوية في العاصمة الأردنية عمان يتوقع تشكل الضباب في مناطق مختلفة من المرتفعات الجبلية والسهول خلال ساعات هذه الليلة نهار يوم غد يتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ انخفاض قليل آخر درجات الحرارة أجواء تكون غدا باردة نسبية ومتقلبة ما بين غائم الجزئين لغائم وتبقى فرص الأمطار واردة خلال ساعات النهار خاصة في المنطقتين الشمالية والوسطى من المملكة على شكل زخات متباعدة زمنيا في معظم الأوقات تشكر الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق بعض الأجزاء والمرتفعات ومع حلول ساعات مساء والليل اليوم غدا يتوقع أن تضعف الفعلية الجوية وتبدأ الغيوم بالتناقص التدريجي وتضعف فرص الهطول الأمطار ويتحرك المنخفض الجوي مبتعدا عن المملكة دعونا نصاري درجات الحرارة العظمى متوقعة غدا والصغرى لليت الخميس على الجمعة نبدأها شمالا من إربد 16-8 جرش 17-7 جرش 14-6 وفي المطرق من 17 إلى 6 درجات مئوية المناطق الوسطى في العاصمة عمان تكون 13 إلى 5 درجات البلقاء 14-9 في مأدبة من 15 إلى 5 البحر الميت 21-13 وفي الزرقاء من 17 إلى 5 درجات مئوية المناطق الجنوبية في الكرك تكون 11-4 في الطفيلة 12 إلى 6 درجات في جبال الشراء وفي الشوبك 10 إلى 4 درجات مئوية في معانا 14-4 وفي خريج العقبة ترتفع العظمى غدا إلى 20 درجة مئوية في ساعة النهار بينما تكون الصغرى 11 درجة مئوية المناطق الشرقية في رويشة 15 إلى 6 في الصفاوي 17 إلى 4 وأخيرا في الأزرق من 18 درجة مئوية في ساعة النهار وتكون الصغرى 5 درجات مئوية قبل الختام دائما ينصح بالاستخدام الآمن لوسائل التدفئة بالإضافة لغاية الانتباه أثناء المسيح على الطرقات بسبب تدني مدى الرئيور الفقية فوق بعض المناطق نتيجة الضباب أو حتى الغيوم الملامسة لستحرار دمتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة